الإمام الجليل سعيد بن المسيب ولد بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق بعامين تزوج بابنة أبي خريرة وصار مع السنين إمام العلماء وفقيها المدينة المنورة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم الإنسان خليفة الله في الأرض يعمرها ويعمل فيها بصفات الله التي وضعها سبحانه وتعالى فيه فالله أعطانا من عدله لنعدل بين الناس وأعطانا من كرمه لنكرم الناس وأعطانا من رحمته لنرحم الناس هذا هو أعمق معنا لخلافة الله في الأرض الله الله يا شيخنا فتح الله عليك نواصل درسنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله السلام عليك يا شيخ العلماء وعليكم السلام ورحمة الله جئتك من دمشق عاصمة الخلافة رسولا إليك من أمير المؤمنين خليفة المسلمين أهلا بك جئت أبشرك يا شيخنا سمع أمير المؤمنين عن أخلاق ابنتك وجمالها وعلمها وأبعثني أخطبها منك لابنه ولي العهد ابنتي أنا يخطبها ولي العهد هنيئا لك يا شيخنا أخبره أنني أرفض هذه الخطبة ماذا؟ ترفض نسب أمير المؤمنين؟ ترفض أن تكون ابنتك زوجة الخليفة القادم؟ نعم لقد سمع الخليفة عن ابنتي كل خير وأنا سمعت عن ابنيه كل سوء ولن أزوجها له هل أعجبك طعامي يا أبي؟ لذيذ وشهي كطعام أمك رحمها الله سمعت أنك رفضت خطبتي لولي العهد ابن أمير المؤمنين نعم فهو لا يستحقك ماذا بك؟ أتطمعين أن تكوني زوجة الخليفة القادم؟ لا والله ولكني أخشى عليك من بطش الخليفة بعد أن رفضت ابنه اطمئني أبوك لا يخشى إلا الله وما زلت أبحث لك عن زوج يكون جديرا بك ومن هذا الشجاع الذي سيتجرأ ويخطبني بعد أن رفضت ولي العهد ولا يخاف من مكر الخليفة به بعد أن يرى أنك فضلته عن ابنه حسن لقد قلتها بلسانك لن يتقدم لخطبتك إلا شاب شجاع لا يخاف من الخليفة وهذا هو المطلوب السلام عليك أستاذ الجليل ابن أبي وداعة أين أنت يا رجل؟ لم أرك في درس العلم منذ حوالي شهر ماتت زوجتي يا شيخنا لا حول ولا قوة إلا بالله ولماذا لم تخبرني حتى أشاركك مصيبتك؟ أردت أن لا أشغلك أعرف أن كل وقتك لتلاميذك ومريديك وهل وجدت زوجة ثانية؟ كيف؟ تعرف أني أملك بالكاد قوت يومي ولكنك على خلق ودين ومن سيزوجني ابنته مقابل خلقي وديني؟ أنا ماذا؟ تزوجني ابنتك التي رفضت أن تزوجها لولي العهد ابن خليفة المسلمين؟ أنت بخلقك وعلمك أفضل من ولي العهد وابنتي معك ستكون بخير وسآمن عليها معك أكثر مما آمن عليها في قصر الخلافة ولكني ولكنك ماذا؟ أتخشى أن يبطش بك الخليفة لأني فضلتك على ابنه؟ لا والله لقد علمتنا يا شيخنا أن لا نخشى في الحق لوم تلائم إذن استعد للزواج وجهز المهر من الآن المهر؟ درهمان فقط لن أطلب منك المزيد تزوجني بدرهمين يا أبي خشيت أن لا أطلب أي مهر فيشعر ابن أبي وداعة أنني أتصدق عليه بهذه الزيجة أتحبه لهذه الدرجة؟ نعم إنه أنجب تلاميذي على الإطلاق وأكثرهم ورعا وتقوى وحبا لله ورسوله أكمل وأكثرهم فقرا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام خذوهم فقراء يغنكم الله؟ وهل ستقدر على العيش بدوني؟ يا بنيتي أنت مع ابن أبي وداعة كأنك معي سيحبك ويصونك زوجة وابنة وصاحبة لهذا فضلته على ولي العهد وعلى كل أقرانه من الشباب الذين طلبوك من قبله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفترت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفطل يا ربي ثلاثة أيام وأنا عاجز عن توفير الدرهمين مهر العروس لم أجد من يقردني هذا المبلغ البسيط من التارق؟ أنا سعيد يقول ابن أبي وداعة والله ما خطر على بالي أبداً أنه سعيد بن المسيب فقد عاصرته طيلة حياتي ولم أره إلا في بيته أو في المسجد شيخ الجليل غبت ثلاثة أيام عن حلقة العلم فجئت أسأل عنك والله يا شيخنا ما منعني عنك سوى أنني لم أستطع أن أوفر لا تكمل خذ هذين الدرهمين قرضاً مني حتى تدفع المهر المطلوب جزاك الله خيراً والآن أعطني المهر ها هو تفضل تعال يا بنيتي العروس لم أشأ لك أن تبقى أكثر من ذلك بدون زوجة انظري إلى هذا جميل سيكون أجمل عليك إن شاء الله هل هو لي؟ وهل لي عروس غيرك؟ ومن أين جئت بثمنه؟ استلمت اليوم عملاً جديداً مبارك عليك مبارك علينا منذ رزقني الله بك رزقني بكل خير الحمد لله أنا أيضاً لم أرى منك غير كل خير أحسن أبي اختيارك لي وأحسن اختياري لك أولست نادمة لأنك تركت ابن الخليفة وتزوجت بي لا والله ولكني أخشى على أبي كثيراً من بطش الخليفة سمعت أنه غضب بشدة عندما علم أن أبي زوجني بك وأنه أقسم أن ينتقم منه أهو أخبرك شيخنا بذلك؟ لا، إنه كعادته يخفي عني أي أخبار سيئة لقد سمعت هذا من بعض النساء وقد سمعناه من أزواجهن إذن سأذهب حالاً لأطمئن على شيخي والله لن أتركه يعاقب بسببه جزاك الله خيراً أسرع ابن أبي وداعة إلى شيخه فوجد وفد الخليفة في منزله يقبضون عليه ليسلموه للخليفة في دمشق كي يسجنه فأصر أن يسافر مع الشيخ ويفديه بنفسه من أجل هذا ترفض ابني وتقول إن أخلاقه سيئة وأنصحك بأن تعمل على إصلاح أخلاقه من الآن لن تصنع بي شيئاً إلا ما كتبه الله عليه ويحك أتدري ماذا سأصنع بك؟ سأسجنك سجن نبينا يوسف وخرج من السجن ليكون عزيز مصر لن تخرج من سجني بإرادة الله خرج يونس من بطن الحوت الله راحم يونس ولكني لن أرحمك ومن أدراك أن الله سيمد في عمرك حتى ترحم أو لا ترحم يا حراس خذ هذا العنيد إلى السجن لا يا مولاي أتوسل إليك أن تأخذني مكانه ألا تخشى السجن؟ بل أخشى على شيخي من أن يصيبه أي أذى كل ذلك لأنه زواجك ابنته ورافض ابني؟ ليس لأني أفضل من ابنك ولكن خشي أن يستحق ولي العهد من هي أفضل من ابنته ألا تخشى عن أقتولك أو أجلدك بدلاً من شيخك؟ أفديه بنفسي بعد كل الخير الذي قدمه لي يا سعيد يبدو أنك أحسنت اختيار زوج ابنتك يعني ذلك أنك ستتركنا نرحل إلى بلدنا؟ لا رحيل إلا بعد أن تبقى مع ابني وتفقهه في أمور دينه وتحسن من أخلاقه أنا؟ أنت شيخ الإسلام وفقيه الأمة أنا إذا خرجت من مدينة رسول الله أموت كما تموت السمكة إذا خرجت من الماء وأنا لن أرسل ابني معك إلى المدينة سأذكر لك أسماء علماء في دمشق يتولونه بالعلم والتربية حسن، ولكن لن تعود إلى المدينة قبل أن يحضر العلماء وتحدد لهم ماذا يفعلون وافق بشرط تشترط على الخليفة؟ نعم، أترك زوج ابنتي يعود إليها، فلن آمن عليها بدون أبيها وزوجها أيها الشاب الفقير، عد إلى زوجتك واعلم أن ابني سيكون عن قريب في مثل أخلاقك ودينك وعبادتك ترجمة نانسي قنقر